نحول الآن إلى اليمن حيث من المتوقع أن يؤدي الرئيس الجديد عبد الربو منصور هادي اليمينة الدستورية أمام مجلس النواب وكانت لجنة الاتخابات في اليمن قد أعلنت فوز المرشح الرئاسي التوافقي الوحيد عبد الربو منصور هادي بنسبة 99% و18 ليصبح بذلك الرئيس الجديد للبلاد خلفا لعلي عبدالله صالح الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية وفقا لمبادرة خليجية ويتطلع اليمنيون لمستقبل أفضل منتظرين من رئيسهم الجديد تحقيق مطالب عدة ملحة خلال فترة رئاسته الانتقالية التي ستنتهي بعد 21 شهرا شرعية شعبية منحت لعد ربو منصور هادي في انتخابات رئاسية مبكرة في ظرف استثنائي اكتملت كانونيا بإعلان لجنة الانتخابات في اليمن فوزه ليصبح الرئيس الجديد للبلاد قد لا تبدو الأرقام ذات أهمية بالغة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي نظمت مؤخرا في اليمن لأن كل النتائج في نهاية المطاف تشير إلى المشير عبد ربو منصور هادي كرئيس جديد للبلاد لكن الأهم في ذلك الحدث هو ذلك الذي وصف بالتصديق الشعبي لشرعية هادي واختيار اليمنيين للسلام بدلا من خيار العنف في نقل السلطة سلميا في البلاد هذا الإعلان منح هادي لقبا جديدا ولم يعود النائب المغلوب على أمره كما كان يعرف شعبيا لكن ذلك الإعلان منح علي عبدالله صالح أيضا لقبا جديدا إنه لقب الرئيس اليمني السابق بينما كانت لجنة الانتخابات تفرز نتائج التصويت لهادي إن همك اليمنيون في فرز أولويات مطالبهم منه مطلب إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن يشكل أهم تحدي أمام الرئيس هادي كما يطالبه اليمنيون هو وحكومة الوفاق بتوفير الوقود والكهرباء إضافة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات الصحافية والقضاء على الفقر والبطالة أما شباب الانتفاضة فقد أضافوا إليها مطالب أخرى على عبدالرب منصور هادي أن يعترف بهدافة ثورة الشبابية الشعبية ويعمل فعلا على تقيقة عليه إعادة هيكلة الجيش ليستعيد السلطة الجيش للشعب عليها أن يقوم بدعوة لحوار وطني هناك مساءلات تاريخية أمام عبدالرب منصور هادي إما أن يكون ضد مع الشعب أو أن يكون ضده وأعتقد أن الشعب اليمني مثل ما أسقط صالح فهو مستعد لإسقاط أي شخص آخر شباب الانتفاضة ومعهم كثير ممن انضموا إليهم من أعضاء المؤتمر الشعبي الحاكم المناهضين للفساد استعدوا بدورهم لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وأعلنوا عما سموها بثورة الثورة لطرد الفاسدين من كل المؤسسات الحكومية نحتفل بسقوط علي عبدالله صالح لكن النظامه لا زال باقي وهو النظام الفاسد الذي استمر 33 سنة ولهذا نسعى جاهدين إلى إسقاط رموز الفساد في كل المؤسسة الحكومية والأمنية وحتى الأحزاب ويرى كثيرون أن أجواء الوحدة والتسامح التي رافقت الانتخابات الرئاسية قد نجحت في التخفيف من الاحتقان الذي اتهم إعلام المؤتمر الحاكم بإثارته خلال الأشهر الماضية ويتطلع اليمنيون بعد الانتخابات لفتح صفحة جديدة وبناء مستقبل بلادهم تمكنت بي بي سي من إجراء مقابلة هي الأولى من نوع